وينضم إلينا رائد الفضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي أهلا بك رائد سنتحدث عن آخر المستجدات الاقتصادية العالمية وطبعا التأثر بفيروس كورونا كيف يقيم العالم هذا التأثير وخصوصا على الاقتصاد الصيني وطبعا الاقتصاد الياباني الذي يشهد موجة انكماش الآن بلا شك تأثيرات فيروس كورونا تمتد بشكل أوسع نطاقا وتعتبر الآن بمثابة خطر عالمي أكثر من أنهم موجه إلى الصين فقط اتساع رقعة انتشار هذا الفيروس وتأثيره الكبير انحسار أو ضعف النتيجة المتعافين من قبل هذا الفيروس مع اتساع الانتشار نحن نتحدث عن حوالي 57 ألف حالة 13 ألف حالة فقط منها التي انتهت إما كانت بوفاة أو نجاف من هذا المرض إذن يوجد غموض وعدم وضوح كبير لا يزال مكتنف هذا المرض وبالتالي تأثيراته تزداد أكثر فأكثر مع بداية هذا الانتشار كنا نتحدث عن الاقتصاد الصيني بأنه ممكن أن يفقد حوالي نصف بالمئة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي الآن نتحدث عن إمكانية انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون مستويات الخمسة بالمئة أن يكون النمو هذا العام ممكن أن يصل عند الأربعة بالمئة هذا بحد ذاته يعتبر صفحة كبيرة للاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأيضا الأثار السلبية على كل الشركاء التجاريين للصين هذه هي الآفاق السلبية التي نقبل عليها في الفترة القادمة وأعتقد أن الاقتصاد الياباني بالبيانات التي صدرت والانكماش الذي دخل فيه رسميا يعتبر حسب نظرية الاقتصاد الحديث تراجع لربعين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي أو انكماش يعتبر الوقوع فعليا في الانكماش ركود في الاقتصاد الياباني ولكن هذه القراءة هي عن شهر ديسمبر أو عفوا عن الربع الرابع من العام الماضي قبل أن يكون هناك إعلان لفيروس كورونا وبالتالي السلبية ممكن أن تكون أكبر في الفترة القادمة مع الآثار السلبية من الفيروس كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد الياباني وباقي الاقتصادات العالمية كذلك الأمر نعم يعني رأيي ديبدو أن الحريق يمتد إلى الأقاليم والدول المجاورة اليابان الآن في أسوأ انكماش منذ العام 2014 يعني إلى أي مدى بالضرورة أن كورونا ستبدأ في الظهور عبر آثارها الاقتصادية في بعض الدول خاصة المكشفة على الصين يعني أولا نتحدث نحن عن البيانات الاقتصاد الجزئي التي ننتظرها ما ننتظره انتاج المصانع طلبات الصناعات التحويلية طلبات المصانع طلبات السلع المعمرة كل هذه القطاعات قطاع التجزئة جميعها القراءات تأثي بعد شهر أو بعد ثلاثة أشهر حتى نرى بالضبط كيفية التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد وأعتقد هنا يعني هناك عدم ثقة نوعا ما بالبيانات الصادرة سواء كان من الاقتصاد الصين أو من الاقتصادات العالمية لأنه أولا لا تزال القراءات ممكن أن تكون أكثر سوءا من الذي نشهده حاليا الإجراءات التحفيزية التي يتم اتخاذها إنما هي عبارة عن بنج موضعي مؤقت ومن ثم يعود الألم الحقيقي وهو إمكانية استمرار هذا الضعب في القراءات الاقتصادية لفترة قد تمتد أكثر من ستة شهور نحن نتحدث عن مدن أغلقت بكاملها وبالتالي إنتاج المصانع الموجودة فيها إجمالا توقف وبالتالي تعطل في الطلب العام إجمالا إضافة إلى توقف حقيقي في العرض وهذا ما سوف يكون عواقبه السلبية أكثر في الفترة القادمة لأنه لن يعود الطلب كما كان عليه إنما سيعود تدريجيا في الفترة القادمة نعم رائد وأنت ذكرت الآن تعطل الكثير من المصانع عن العمل وطبعا هذا يضغط على أسواق النفط ورأينا تذبذبا كبيرا في أسعار النفط في الأسبوعين الأخيرين يعني بين ارتفاع في الأسعار يأتي مع التطمينات وبين انخفاض مع ازدياد المخاوف من هذا الفيروس كيف ترى هذا التذبذب في أسعار النفط وهل ننتظر أي اجتماع أو أي تخفيض لكي تستعيد أسواق النفط استقرارها يعني نحن تحدثنا سابقا عن مستويات الخمسين دولار برميل على أنها هي مستويات الاستقرار نوعا ما التي تحمي النفط من مزيد من التراجعات فقدان هذه المستويات بلا شك سوف يكون هناك عواقب سلبية كبيرة وتضغط بالاتجاه الهابط وصولا إلى مستويات اثنين واربعين دولار برميل إذا لم يتم التدخل من قبل أوبيك بلس التي أعتقد أنها سوف تدخل ولكن ليس بالإجماع الكامل على أن يكون هناك مزيد من التخفيض في الإنتاج لأننا نتحدث عن بعض الدول التي لا تستطيع التخلي عن حصص السوقية ولكن في الوقت الراهن الحصص السوقية إجمالا العالمية في وضع صعب وفي منطقة حرجة ووقت حرج إن صح التعبير لأنه هناك تراجع قوي جدا في الطلب وبالتالي أسعار النفط ممكن أن تكتسب التوازن إذا لم يكن هناك احتواء أسرع للفيروس من أن يكون هناك إجراءات تحفيزية للاقتصادات لمجابهة الفيروس الفيروس لم يتم احتواءه حتى الآن وبالتالي تأثيراته السلبية لا تزال موجودة عملية ضخ السيولة التي قام بها البنك الشعب الصيني اليوم ب700 مليار يوان هي عبارة عن إجراءات مؤقتة تسببت اتجاه نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة ولكن لم تسبب الاستقرار أو التعافي المطلوب بالتالي هذه الارتفاعات التي شاهدناها اليوم هي ارتفاعات مؤقتة وبالتالي الطلب الحقيقي على النفط يتحرك ببيانات اقتصادية تظهر أن هناك احتواء للفيروس وتأثيراته السلبية وعودة للإنتاج الحقيقي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك